المسيح قام حقا قام منها مثلا أنه هناك أحيانا عبارات ترد أنه المسيح أقيمه من بين الأموات أوقضه من بين الأموات يعني الفعل اليوناني يجيرثي معناه ويقضه طبعا هل هذا يعني أنه إنكار للطبيعة الإلهية اللي في المسيح؟ لا لأنه زي ما يقول ماربولوس فرساته إلى آهل روما فصل 8 آية 11 الروح الذي أقام يسوع من بين الأموات سيقيم أجسادكم المائتة بروحه الحال فيكم إذن الذي أقام يسوع من بين الأموات هو روح الله الساكن في يسوع أو لنقولها مع ماربولوس فرساته إلى آهل قلوسي فصل 2 آية 9 في المسيح كاتيكي بان توبليروما تستيوتيتوس سوماتيكوس يعني في المسيح يسكن جسديا كل ملء اللهوت إذن كل ملء شوفوا التوقيت كل ملء اللهوت الساكن في السيد المسيح جسديا هو الذي أقام أحيا جسد المسيح حتى ما لا نبقى فقط على أوقظة أقيمة التي يستغلها بعض الناس لإنكار ألوهية المسيح نجد أيضا فعل أنيستيمي يعني قام يسوع من بين الأموات إذن لما نفتح بين يدي النص اليوناني الأصلي بين نصوص أخرى طبعا القديس لوقة كما ألهمه الله وأوحى إليه فصل أربعة وعشرين خلينا نشوف آية سبعة ماذا يقول يقول عن أن يسوع قام من بين الأموات نشوف آية سبعة مع الأسف لا يساعد نظري لا يساعدني في التعرف على الأحرف نعم هاي ها كي أن تريتي إميرا أناستيني أناستيني مش إنه حدا يقيمه للي بدهم مصرين على أقيمة هاي هون أنه يقوم من بين الأموات لوقة أربعة وعشرين سبعة خلينا نشوف لوقة أربعة وعشرين أربعة وثلاثين قال لهم إنه إنه المسيح برضو هون أو خلينا ناخد آخر فصل أربعة وعشرين نعم آخر فصل أربعة وعشرين إنه كان يجب على المسيح أن يصلب وأناستيني إكني كرون وأن يقوم من بين الأموات عنا كمان تلميذاء عماوس اللي بيقوله يعني إنه السيد المسيح فعلا قام في الحقيقة ولكن هنا يرثي يعني أقيمة إذن ماذا نستنتج؟ إنه المسيح قام من بين الأموات بقوته الإلهية أو إنه جسد المسيح الميت المصلوب الميت المدفون أقيمه من بين الأموات من أقامه روح الله الذي هو حل فيه الطبيعة الإلهية كل من الطبيعة الإلهية الساكنة فيه الجسد طبعا عندنا سلسلة من الاعتراضات التي هي في الواقع الاصطناعية تريد مثلا اللي بقولك إنه خب عفوا قيامة سيدنا يسوع المسيح كانت خبرة روحية معرفش إذا سمعته بهاي القصة كانت خبرة روحية عند الرسل والتلاميذة ما معنى خبرة روحية؟ يعني خبرة يعني وهم شعور إحساس لا يقابله شيء في الواقع طبعا الإنجيل الطاهر يعطينا بوضوح خلاف ذلك تماما قال يسوع لتومة تعال ضع يدك في مكان المسامير ضع أصبعك في جنبي أو العكس ضع يدك في جنبي قالهم هل عندكم شيء يؤكل أكل خبزا أكل أو سمكا ما شويا إذن نسنا فقط أمام شعور داخلي أو زي ما بقول أحدهم خبرة روحية بل طبعا إذا إحنا من آمن بالإنجيل المقدس إذا ما من آمن بالإنجيل المقدس معناه هذا موضوع آخر يعني ماذا نستنتج ما قاله القديس بولوس مرة أخرى في رسالته إلى أهل كولوسي الفصل الثالث بما أنكم قمتم مع المسيح فاسعوا إلى الأمور التي هي فوق وشكرا لإسرائيلكم ترجمة نانسي قنقر